مشاهدين متابعين الكرام حييكم ورحب بحضراتكم من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة لسباقات الهجنة العربية تلاصيلة عشواتنا مستمرة تحيتنا دائما متجددة انطلاقاتنا مميزة هنا في جائزة زايد الكبرى في يومنا الأول نسير مباشرة على المقدمة هلولة في هذه اللحظات وفي هذا المسار الصدارة هناك قماري محمد بن سالم بن راشد المزروعي هنا يتقدم في هذه اللحظات وفي هذا المسار النغلة إلى المركز الثاني الوصول في هذه اللحظات هناك وضاحة مبارك من سعيد بن مبارك المخيبي بينما المركز الثالث القادم المتقدم المتسلل في هذه اللحظات الواصل مشاهدين متابعين الكرام شعال خليفة بن عبد الله بن يعد الحميري هنا يقدم لنا المطلاع بينما المركز الرابع المركز الرابع هناك القادم في هذه اللحظات الشهم عحمد بن عبد الله بن ناصر الهاشمي المركز الخامس هناك الوصول من هذه الأسماء القادمة والمتقدمة هذا هو شاهين ناصر بن سليم بن سالمين الوهيبي ياتي في هذا الانطلاق المركز السادس الغودو مشاهدين متابعين الكرام الواصل في هذه اللحظات العالمية محمود بن محمد بن سالم الوهيبي ياتي بمحمد هنا ينطلق في هذه اللحظات بينما المركز الثامن الوصول مشاهدين الغدوم من المراكز الخلفية والأسماء التي بدأت بالتقدم هذا هو ربدان حمود بن محمد بالحوت العامري بينما المركز التاسع المركز التاسع هناك القادم في هذه اللحظات مياس سعيد بن مبارك المنصوري المركز العاشر ياتي بالتقدم هنا والوصول في هذه اللحظات هذا هو الباصل أحمد بن سعيد بن عامر النيادي هكذا النتيجة هنا للعشة المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط المتقدمة في هذا المسار يو سلوم يا سلام ياهي شعارات ياهي انطلاقات وسرعة جنونية هنا في عاصمة الميادين في ميدان الوثبة لمن تسعيرت الرئاسة هنا في هذا الانطلاق لمن ناموس هذا الشوط والله النحاير طاير ما بين الأصائل ما بين الأصائل ما بين الشعارات ما بين السلالات أعود إلى المقدمة هلولا لنعوده إلى الصدار إلى مقدمة هذا الشوط الله الله البداية هو المقدمة الشهم الهاشمي الهاشمي يقدم لنا الشهم أحمد بن عبد الله بن ناصر الهاشمي هذا الشهم يأتي في هذا الانطلاق أهالي السلطنة المركز الثاني الغادم هناك المطلاع خليفة بن عبد الله بن يعد الحميري المركز الثالث الغادم هناك وضاحة مبارك بن سعيد بن مبارك أهالي المخبي ولكن أشوف الاسم القادم هذا هو صايب 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 محمد بن أحمد بن سيب بن عبد الله بن وشي الكيلومتر الأخير يهل القعدان الكيلومتر الخطير والمثير الله تجمعت الأسماء تجمعت الشعارات في موقع واحد يسلوم يا سلام طارن القعدان وقلعن مع الأمتال الأخير ولكن بغيادة الشهم الشهم على المقدمة الشهم على الصدارة هلولة مع المركز الأول يالله يا الهاجمي يالله يا أبو عبد الله يا أبو عبد الله هنا الجماعة واصلين غادمين لا حل ولا حلول لهذه الشعارات المركز الثاني الغادم هناك أيضا الواصل صايب هذا هو صايب الابنوشي يتقدم في هذه اللحظات محمد بن أحمد بن سيف الابنوشي جزيل جزيل على المركز الثاني في هذه اللحظات السعيد بن عبد الله بن حمود العويسي يتقدم في هذه اللحظات هذا هو جزيل جزيل غادر جزيل من الجانب الآخر هناك مهرد جاسم بن قبيلي المحاربي هنا يتقدم في هذه اللحظات أهالي السلطنة ما بين المحارب والعويسي ما بين أهالي السلطنة أهالي بدي أهالي جعلان أهالي بدي أهالي جعلان العويسي والمحارب في الموقف الأخير في اللحظات الأخيرة هنا نحو أخذ نهاية أخذ المركز الثالث الغادم هناك أيضا صايف محمد بن أحمد بن سيف المركز الثالث الغادم هناك والرابع منسال حمد بن أحمد بن منصور الدرعي بينما المركز الخامس ووصل هناك مجد سالم بن سعيد بن أعمان ألمهيري بوسعيد هكذا مشاهدين متابعين الكرام ما نعود إلى أيضا خط نهاية وإن هناك أيضا لحظات وصول وتهانين والناموس هنا الغزال هناك أيضا جاسم بن قبيلي بالنخل المحاربي هنا أيضا عزائي المشاهدين هذا هو انفرد جاسم بن قبيلي المحاربي مشكور يابو محمد تهانين والناموس وسلاماتنا لها للسلطنة وبالتحديد هالي بذية المركز الثاني مشاهدين متابعين الكرام كان من نصيب جزيل سعيد بن عبدالله بن حمود العويسي قدم هناك أيضا المركز الثاني عند العويسي ولكن هناك أيضا آخذ المركز الأول غزال سعيد بن مبارك بن سهيل العامري اللي احتل المركز الأول شعار بن عيضة واللي هناك أيضا وصل مع المركز الأول وفاز بهذا الشوت بتوقيت زمن مقداره خمس دجاي 53 ثانية وخمس اجزاء من الثانية تهانين والناموس على هذا الفوز ومشكور يابو مبارك سعيد بن مبارك بن عيضة بن سهيل العامري بينما المركز الثاني هذا هو جزيل سعيد بن عبدالله بن حمود العويسي بتوقيت زمن مقداره خمس دجاي 53 ثانية وخمس اجزاء من الثانية لحظات الفوتو فنش إلى خط نهاية المركز الثالث كان من نصيب هنا أيضا صائب محمد بن أحمد بن سهيل بن عبدالله آل بلوشي بتوقيت زمن مقداره خمس دجاي 55 ثانية وثلاث اجزاء من الثانية فتهانين والناموس على الفوز